تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الجزائر دولياً في البحر الأبيض المتوسط هو هدف تسعى الحكومة من خلاله للنهوض بالاقتصاد الوطني حيث تم اقتناء ثلاث سفن خاصة بنقل البضائع وهي ستيديا خراطة صدراتة بعد اقتناء بخيرة الصورة في الفاتح سبتمبر المنصرم اقتناء في هذه الفترة ثلث بواخر جديدة لتصبح لدينا اليوم ربع بواخر جديدة عصرية لنقل البضائع الوزير غول وخلال تدشينه لعمل البواخر المقتنى دعا إلى الحفاظ على المكتسبات الجزائرية واستغلالها استغلالاً أمثل حيث أعطى إشارة انطلاق لباخرة ستيديا في رحلتها الأولى وخروجها من ميناء العاصمة اليوم سوقنا السوق الجزائرية مكانتنا فيها لا تتعدى 1% وهذا رقم مخيف وضعيف ورقم برب ان شاء الله مع اقتناء 27 بخيرة سوف نصل إلى على الأقل مستوى 25% إلى 35% بإذن الله من جانبه ثمن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي هذه المبادرة واصفاً إياها بالهمة عملية تطوير النقل البحري سيرافقها تطوير للمنشآت المينائية وتوسيع النقل البحري ما بين الولايات تماشياً مع تحديات الرهنة ترجمة نانسي قنقر